صحيح يرى المباراة المنتخبة التونسي مباراة الذهاب تنطلق بعد حوالي 10 دقائق من الآن يعني المباراة الذهاب في باماكو يعني هذه المباراة الغالبة المنتخبة التونسي والمدرب جلال القادري من خلال رسم التكتيك الذي سيدخل بهذه المباراة يريد حسم الأمر هناك في باماكو قبل مباراة العودة في تونس يوم الثلاثاء هناك غياب لربما مدافع هام وهو بلال عيفة أحد هام ركاز الدفاع في المنتخبة الوطنية لتونسي المنتخبة التونسي يلعب برسم تكتيكي 4-4 ثلاثة أربع مدافعين وأربع مدافعين ثلاث لعبي وسط ميدان وثلاث مهاجمين يوسف المساكني على رواق الأيسر ونعيم السيطي على رواق الأيمن ورأس حربة أي مهاجم صريح وهو سيف الدين الجزيري من خلال هذا الرسم الغالب أن المنتخبة التونسي سيلعب بطريقة هجومية وسيحاول ربما اقتناص الفوز من هناك أو بأقل تقدير الخروج بنتيجة إيجابية كالتعادل الإيجابي أو ربما على المنتخبة التونسي التسجيل هناك حتى يلعب أو حتى تكون المهمة سهلة في تونس يوم الثلاثاء ربما الشارع ينتظر هذه المباراة يعول على وصول المنتخب الوطني التونسي المرة السادسة إلى كأس العالم خاصة أنها ستنتظم في بلد عربي في قطر وأيضا ربما لتعويض المردود الباهد في كأس أفريقيا الماضي المنتخبة التونسي لم يتجاوز دورة ربعا لنهائي بأداء كارثي في الدور الأول وبفوز وحيدا لمنتخبة النيجيري في الدورة الثمنة لنهائي هناك تعويض أيضا من الشارع التونسي حتى الشارع غير الرياضي بأن تونس رغم الأزمات السياسية وأيضا الأزمة الاقتصادية تحتاج ربما فرحة أو فوز على مستوى المنتخب الوطني للكرد القدم ترجمة نانسي قنقر